السلام عليكم ورحمة الله تمر الشجرة أو النبتة خلال السنة في عدة مراحل مرحلة النمو مرحلة التزهير مرحلة الثمار مرحلة ما بعد الثمار فعندنا ثلاثة مركبات كيف نستخدمهم في مراحل النمو أو المراحل المناسبة في نمو النبات أو مراحل النبات عندنا مرحلة النمو الخضري مرحلة النموات أو مرحلة ما بعد الثمار ممتاز أن أستخدم مركب العشرين عشرين عشرين ونستمر عليه مرة في الشهر عندي مرحلة التزهير وقت التزهير ممتاز أني أستخدم عالي الفسفور مرة في الشهر فهو الذي يدفع الشجرة إلى التزهير دخلنا مرحلة الثمار ممتاز نستخدم عالي البوتاسيوم عشان يقوي الثمر طيب واحد يجي يقول أنا أخلطهم ثلاثتهم مع بعض وأريح راسي يصير أقول لك أنه أنت هنا راح تفقد التركيز اللي معمول من أجل المركب عشان يكون في المرحلة المناسبة للنبات فإذا أنت تبغى تخلطهم ثلاثتهم مع بعض وتستخدمهم أنا أقول لك امشي على العشرينات أريح راسك واستخدمه بروحة فقط ولا التعب ولا تهم حالك تبغى تمشي في كل مرحلة من مراحل النبات بشكل مناسب استخدم كل مركب إلى المرحلة المناسبة له طيب أنا لو مثلا الآن عندي شجرة شجرة انتهى الموسم حقها خلاص الآن ما هو موسم لا تزهير ولا موسم ثمار ولا موسم شيء وأستخدم مثلا هل أنا أستطيع أن أنا أستخدم عالي الفسفور أقول لك هنا ما تستفيد شيء يجب أن نحن نستخدم المركب المناسب في الوقت المناسب عالي فسفور وقت التزهير عالي بوتاسم وقت الثمار العشرينات في مرحلة النمو الخضري أو مرحلات ما بعد الثمار الوقت اللي نمشي عليه طول السنة دخلنا في مرحلة التزهير نستخدم عالي فسفور دخلنا في مرحلة الثمار نستخدم عالي بوتاسم